بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على أبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله لما أبو ساجد جابكم وصفة جديدة وهي كيكة الماء كيكة اقتصادية يعني ما فيهاش مصاريف كثيرة كيكة هذه جات بسم الله ما شاء الله ولا أرواع ولا أرواع كما العادة أبو ساجد جابكم وصفات يعني سهلة اقتصادية كما نحفو كل أي وصفة فيها مقادرتها كيفية تحضير رح نشوفوا كيفية تحضير المقادر رح نشوفوا يالله رح نشوفوا يالله رح نشوفوا يالله رحوا هنا في طبيعة العمل عندي كاس ماء عندي كاس مش معمرت على السكر عندي نصف كاس زيت عندي زوز خاميرا ملعقة فانيلا عندي ملعقة كبيرة من الخل وعندي قرصة ملع هنا في رسيبيان نضع زوز كيسان الماء هذا الكاس سير في زوز كيسان 220 مليليلتر نضيف له السكر ونضيف له خلصة ملح هنا نجيب الفوي وندوب السكر هنا لازم للسكر ندوبه كامل السكر لازم يدوب هذه نقطة نفهم عليها لازم السكر يدوب تماما تماما نضيف ملعقة صغيرة فانيلا ونعاود نحرك جيدا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخل ثم نضيف ملعقة كبيرة من خلصة ملعقة كبيرة من خلصة ملعقة كبيرة ثم الليلة التالي لي كنت تذكرت مض pricing ملعقة كبيرة جيدا حتى تكون ملعقة كبيرة буك كبيرة بدون شراء المصابق دايبة. انا نضع نصف كمية الاخرى. ونحاول ان نحرك جيدا. هكذا نكمل آآ ثيرينة كامل او طحين. ونحرك جيدا حتى تصبح ميتة الكريمة بيضاء. ونجيبه المول هنا. والمول تاعي هذا قطر تاعه 22 سنتيمتر. 22 سنتيمتر. اذا نضع العجينة تاعي. ونحطها في الفرن على مية وستين درجة مئوية. على حرارة مية وستين. هكذا. وهنا طابط كما تشوفو دها دهابية ما شاء الله باسم منها ما شاء الله. وتنفخت وتخمرت طلعت ما شاء الله. شوفوا اللون تحتها كيفاه الله يبارك. ان يطابط يعني على اللون واحد. هنا نضحها في طبق هكذا. ونجيب هنا اللي عنده العسل. او لعنده يعني المعجون مربع. أنا عندي العسل. صبيت فوق منها العسل وجبت تنس فوق. وطلتها من فوق كما تشوفو وليحبي يخليها سامبل كما يركب العسل فقط وليحبي يزينها يزينها هذه الكيكا تاقهوة يعني كيكا سريعة او اتعى الشاي او ضيوف يعني فجأة جاوك للبيت وما قيت شو تعطيهم يعني تعمل هذه الكيكا تم تم تستحلك هكذا ونعاود ندهنها بالعسل جيدا حتى ملح واشي هكذا مع الجانب وبعدين نزينوها باي تزيين تزيين يكون اختياري الشي اللي عندك في البيت تقدر تزيين به تخليها هكذا عادية ام تجيب الكوكا ومحمص ومرحي او النوت كوكو او الجوز الهندي او الكوك او يعني شوكولاتة او حلوة يعني الشي اللي عندك في البيت تقدر تزيين به هدي الكيكا انا عندي هنا كوكا ومحمص ومرحي وكنت حافظه في زجاجة زينت بها الكيكا هدي ما شاء الله ولكن ضوقها ولا اروع ولا اروع لانها فيها الميزينة ديك وميزينة خليها الشيشة وخفيفة تحليب يعني او كاس شاي معها او قهوة كم من زينها كاملة بكوكاو او فول سوداني لانه هناك بعض الدول لمعرفوش كاملة كوكاو انا نقول لكم يعني لي شوف هذا الفيديو يعمل عجاب حتى ان تشار في اليوتيوب ان شاء الله ولم يشارك في قناتي يحاول ان يشترك في قناتي ويفعل زر الجرس حتى يتيه كل جديد اهنا جبتنا جوز الهندي وعود زينت بها من فوقها وبعد اه حكمت الجوانب وطلتهم بجوز الهندي بشعطيني هديك الزينة والديكور المليح وبعدين اروح ونحطوه في طبق تقديم اهنا طبق تقديم او واجد كما كم شوفوه كيكا باسم انا ما شاء الله في الزوق وفي حتى في اه في الديكورتها وزينتها ما شاء الله ما شاء الله اه اذا نحبائي اه ما عليكم الى تجربوها اه سهل سهل جدا بدون بيض كما كم شوفوه بدون زبداء هكذا ونجيبو سكينة ونقسمو كيكتان هادي اه نقسمو منها قطعة ونضوقوها ونقسموها قدامكم باش شوفو النتيجة اه نهائية منظر طيحة يا ما شاء الله انا هات عمدت نصور لك من كل جوانب باش شوفو اني كيفية جيت هادي كيكا هادي كانت كيكا رائعة 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 شوفو اني سكينة تدخل مباشرة في وسط الكيكا خفيفة خفيفة ما شاء الله نجيس باتيرو نرفحها هادي شوفو كيفية طلعت ما شاء الله ملدها الخفيفة ممكن تشوفوها انتم يعني معجنة ولكن هي راي طلعت وتفاعلت وماشاء الله مالك امير تجربوها الآن نقولكم السلام عليكم في وصفة قادمة ان شاء الله خلوني اعجاب فقط اعجاب فقط وتعليق تحفيزي وحتى يعني ان ينتشر الفيديو تيدي في يوتيوب وتطلع قناتي بركة الله فيكم بركة الله في كل مشتركيين اللي سندوني ودعموني في اللايف تاع امس وفي الفيديوهات الكل بركة الله فيكم كل واحد بسمه كل واحد بسمه ان شاء الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة